الحاج ياسين رجل تقي أثناء عمله بالتدريس افتتح داراً لتحفيظ القرآن داخل قطعة أرض يملكها على أطراف القرية وبعد سنوات ذا عصيت القرية وأصبحت قرية نموذجية فخطط أحد أثرياء القرية لمشروع تجاري كبير وكانت العقبة الوحيدة هي وجود دار التحفيظ ضمن الأرض التي اشتراها من أصحابها وقد عرض على ياسين ثمناً كبيراً لشراء الدار وهدمها لتنفيذ مشروعه ولكن ياسين لم يوافق على البيع رغم تهديد ووعيد الثري له ظل الثري في حيرة حتى جاء إليه أحد أعوانه وأخبره أن بالمدينة المجاورة رجلاً من أبناء القرية اسمه حافظ يقوم بتزوير الأوراق والتوقيعات وأوصاه بالذهاب إليه لتزوير عقد بيع دار التحفيظ له ذهب الثري إلى حافظ فأحسن استقباله واستأذنه ليذهب لغرفة ابنه المريض ليطمئن عليه وسمع الثري زوجة حافظ تقول له اتق الله وكفاك مالاً حراماً هذا المال أتعسنا ويكاد يهلكنا جميعاً غضب حافظ من زوجته ثم خرج ليقابل الثري وعندما سمع اسم ياسين تصبب عرقاً وقال للثري هذا الرجل كان معلمي بالمدرسة وقام بتحفيظ القرآن وأوصاني بأشياء كثيرة نافعة لم أعمل بها وعملت بعكسها لأصبح ثرياً مثلك ولكنني خسرت كل شيء ثم قام بتزوير التوقيع وأخذ مبلغاً كبيراً من المال وبعد أيام وصل إلى ياسين دعوة من المحكمة بتسليم دار التحفيظ للثري بعد بيعها له مع إرفاق صورة من العقد وحددت المحكمة موعداً لحضوره والثري إليها وفي اليوم المحدد ذهب ياسين للمحكمة وأقسم أنه لم يبع للثري شيئاً وأن هذا التوقيع ليس توقيعه بينما أقسم الثري على صحة التوقيع وفي هذه الأثناء دخل حافظ وقرأ قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ثم قال للقاضي أعترف بأنني من قمت بتزوير توقيع أستاذ الفاضر ياسين وأخذت من هذا الثري ثمن هذا التزوير وإذ لم أكن أفعل هذا لفعله غيري وضاعت دار الرجل الطيب وأنا راض بأي حكم شرط أن تحاكم الثري أيضاً بعدما تسألوه كيف ربح أمواله في فترة قصيرة عاد الدار التحفيظ إلى ياسين وتم الحكم على الثري وعلى حافظ الذي أعلن توبته إلى الله والتخلص من كل مال حرام حصل عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير حمزة رجل صالح أنجبت له زوجته منذ عامين طفلا جميلة ومنذ ذلك اليوم وهي تعتمد على خادمتها الأسياوية في كل أعمال البيت ومع ذلك لم تهتم بنفسها حتى زاد وزنها وغاب جمالها في الشهور الأخيرة لاحظت الزوجة تغيرا في تصرفات الخادمة حيث أصبحت تضع المساحيق وتمشط شعرها وتهتم بملابسها وتذكرت الزوجة رفضها لطلب الخادمة منذ عام عندما توسلت إليها لتوافق لها بالسفر إلى زوجها لأنها أحبت ابنهما وتريد أن تنجب طفلا جميلا مثله كل هذه الأشياء جعلتها تشك في أن الخادمة تعرفت على رجل واتخذته خليلا خاصة وأن غرفة الخادمة في فناء البيت وما عليها إلا أن تترك الباب مفتوحا فيدخل صاحبها إليها ليلا ثم قالت الزوجة في نفسها لابد أن هذا الرجل هو زوجي حمزة سوف أنصب له كمينا وأمسك به متلبسا مع الخادمة وفي المساء أخبر حمزة زوجته بأنه سيسهر مع أصدقائه وسيعود منتصف الليل فقالت له لا بأس ولكنني متعبة وقد لا أستطيع السهر لانتظارك ابتسم حمزة وقال وهل كنت من قبل تنتظرين عودتي وبعد خروج حمزة جاءت الخادمة متعطرة جميلة وأخبرت الزوجة أنها ستذهب للنوم فطلبت منها الزوجة أن تدخل إلى المطبخ حيث جهزت لها عملا كثيرا ثم تسللت هي إلى غرفة الخادمة وجلست تنتظر زوجها ثم نظرت إلى المرآة فوجدت نفسها أقل جمال من الخادمة فقالت لنفسها هذه الخادمة مشغولة أكثر مني ومع ذلك وجدت وقتا تهتم فيه بزينتها وفجأة سمعت صوت الباب الخارجي يغلق ودخل رجل غريب لم تره من قبل فصرخت صرخة شديدة جعلت الخادمة تسرع إلى غرفتها وتقول للزوجة هذا زوجي أرسلت له عقد عمل كسائق بعدما رفضت طلب بالذهاب إليه لشهرين أسرعت الزوجة إلى غرفتها وتساءلت ماذا لو دخل حمزة ورأى الغريب معي في غرفة الخادمة ثم استغفرت ربها لسوء ظنها وامتدت يدها إلى أدوات الزينة بعد قطيعة طويلة وعندما عاد الزوج ووجدها مستيقظة قال لها بدهشة ما الذي حدث وأيقظك حتى الآن لو كنت أعلم أن هذا الجمال في انتظاري ما تأخرت ابتسمت الزوجة ثم سألت ما الذي جعلك تصبر علي ولم تتزوج بأخرى فقال لها أوصان النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا وقال في حديثه الشريف لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا توفي رجل وترك زوجة شابة وابن رضيعة فحضر العم وأبدى استعداده لتبني وتربية ابن أخيه والقيام على ممتلكاته فقامت والدة الطفل بعمل توكيل يخول للعم التصرف في الممتلكات وكأنه المالك لها فقام العم ببيع ما يملك ابن أخيه وأخذ المال وسافر إلى أمريكا وأكرمه الله بعمل جيد وتزوج من أمريكية وأصبحت له أسرة وأبناء وساعدته زوجته في كيفية استثمار المال الذي معه وذلك في مجال بيع السيارات وأصبحت له ثروة بالمليارات بينما كانت أرملة أخيه وابنها يعيشان في فقر شديد ومع الأيام أكرمها الله بأبناء الحلال وأهل الخير على تعليم ابنها اليتيم ثم قرر العم العودة إلى بلده بأمواله التي استثمرها في أمريكا مدة خمسة عشر عاما فاشترى قطعة أرض كبيرة وأقام عليها فيلا فخمة في منطقة راقية ونفذ مشروع شركة عالمية لبيع السيارات وذع صيتها في كامل البلاد فذهب إليه ابن أخيه الذي أصبح شابا وطلب من عمه بعضا مما لأبيه فقال له العم ليس لك عندي شيء ثم قام بطرده من الفيلا قائلا له إياك أن تأتي لهذا البيت مرة أخرى عاد الشاب لأمه مكسورا نفس والخاطر فقاما طوال الليل يصليان ويبكيان ويدعوان الله على هذا العم الظالم الذي سلب حقوقهما في هذا الوقت قام العم بتزويد الفيلا بأحدث التقنيات وجهزها بأفخم أنواع الأثاث ثم أرسل لعائلته في أمريكا بالقدوم لبلده ويوم وصول عائلته قرر أن يذهب بنفسه لاستقبالهم في المطار ذهب العم بسيارته الحديثة لإحضار زوجته وأولاده من المطار فرحا بما ينتظرهم من حياة سعيدة وأثناء العودة من المطار إلى البيت وقع المحظور لقد تعرضت العائلة لحادث فضيع توفي على إثره الأب والزوجة والأولاد وكانت المفاجأة أن ذلك الشاب اليتيم هو الوريث الوحيد لعمه ولم يكن يعلم أن الله سخر له عمه ليستثمر ماله مدة خمسة عشر عاما فيعود المال مع أرباحه لصاحبه الحقيقي ولعلها دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام سيدة مطلقة في الثلاثين من عمرها تتمتع بأخلاق حسنة والتزام بطاعة الله تقوم بالإنفاق على اثنين من أبنائها من راتبها البسيط حيث تعمل عاملة بدار حضانة وهي نفس الدار التي ألحقت فيها طفليها ليكون معها في أحد الأيام وجدت طفلا في العاشرة من عمره أمام باب شقتها يحاول دون سبب الاعتداء على ابنها الذي يبلغ من العمر خمس سنوات فتحدثت معه بهدوء وعرفت منه أنه ابن جارتها التي تسكن فوقها في الطابق الثاني فأخذته من يده وذهبت به إلى أمه وحكت لها ما حدث منه فاعتذرت لها الأم وأخبرتها أن ابنها يعاني من حالة عصبية تجعله لا يعرف أحيانا ماذا يفعل فقبلت السيدة اعتذارها وقبل أن تغادر قالت لها أنا جارتك وأسكن في الطابق الأرضي الذي استأجره أخي لي منذ شهور قليلة وأقوم بتربية بعض الدجاج فإذا ما تبقى لديك بقايا طعام فأرسليها لي بدلا من إلقائها في القمامة ابتسمت لها الجارة وطلبت منها الانتظار قليلا ثم دخلت مطبخها وأخذت تضع كل بقايا الطعام في كيس واحد ثم أعطته لها فنظرت السيدة إلى الكيس بتأفف وقالت لجارتها قبل أن تنزل لشقتها هل من الممكن في المرة القادمة وضع الطعام كل صنف في كيس نظيف حتى لا يمرض الدجاج؟ شعرت الأم أن جارتها ربما أرادت الطعام لها ولأولادها وليس للدجاج فحزنت كثيرا ثم قالت لها بكل سرور وفي اليوم التالي تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته فذهبت الجارة واشترت مجموعة كبيرة من العلب وكل يوم تجهز لها وجبة تشبه تماما الوجبة التي تجهزها لأسرتها وفي أول مرة لمحت الجارة فرحة في عيون السيدة المطلقة مع حرج كبير وقالت لها لماذا هذه العلب؟ كان يكفي أكياس عادية الدجاج لن يشكو ثم دعت السيدة لجارتها بالستر وأن يشفي الله لها ابنها وردت لها الجارة الدعاء بأن يحفظ لها ابنيها ويرزقها بالزوج الصالح وبعد مرور شهر واحد تحسنت حالة ابن الجارة وأصبح لا يعتدي على أحد وأيضا جاء طريق السيدة واعتذر لها عن إساءته لها وأقسم لها بأنه لن يظلمها بعد اليوم إن وافقت وعادت إليه بعقد جديد وبعد تفكير لمدة ثلاثة أيام وافقت على العودة إليه وانتقلت مع ابنيها إلى بيت زوجها بعد أن ودعت جارتها التي تكفلت بها طوال شهر كامل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم في يوم من الأيام حضر رجل لا يؤمن بوجود الله تعالى إلى أحد الخلفاء وقال له في ثقة أنا لا أجد أحدا يقنعني بوجود إله وأتحدى أكبر عالم عندكم وإني واثق من النصر عليه صمت الخليفة قليلا وقال في نفسه إن أمرت بقتله فسوف يقول الناس أنني لم أستطع مواجهته بالدليل ثم ناد وزيره ليستدعي له الإمام أبو حنيفة فلما جاءهم طلب منه الخليفة إقناع هذا الرجل بوجود الله تعالى قال له الإمام أبو حنيفة سوف أثبت لك ذلك ولكني أستأذنك لكي أنهي أمرا ضروريا في القرية المجاورة ثم أعود سريعا فأذن له الخليفة ولكنه تأخر كثيرا فأحس المرحد بالغرور والكبر وقال للخليفة أستأذنك بالانصراف فقد هرب أبو حنيفة لأنه عاجز عن إقناعي في هذه اللحظة عاد أبو حنيفة واعتذر عن التأخير ثم أخبرهم أنه وجد في طريقه نهرا ولم يجد قاربا فجلس ينتظر حضور قارب وطال انتظاره ثم فجأة رأى أبو حنيفة أمرا عجيبا فقد رأى أخشابا تتجمع ومسامير تقف فوق الخشب وظهرت مطرقة وأخذت تدق على المسامير حتى رأى أمامه قاربا متقن الصنع فركبه وحضر أخذ الملحد يضحك ثم قال إن هذا الكلام لا يقوله إلا مجنون ولا يصدقه أحد فكيف تطير المسامير والألواح في الهواء وتتجمع على الماء ويتكون منها قارب دون أن يصنعه أحد وهنا ابتسم أبو حنيفة وقال إذا كان وجود قارب صغير بدون صانع لا يصدقه عقل فهل يصدق العقل أن هذا الكون بكل ما فيه من أرض وسماء وشمس وقمر قد وجد بنفسه دون أن يخلقه خالق فبهت الملحد ثم قال صدقت فلابد أن يكون لهذا الكون من خالق هو الذي خلقه ونظمه هو الله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أسماء معلمة في الثلاثين من عمرها غير متزوجة وتحلم بأن تكون أما ومع كثرة الهم والتفكير بحلم الأمومة فقدت شهيتها للطعام وبدأت أعراض الشيخوخة تظهر عليها وأصبحت تعاني من ألم في ركبتها أثناء وقوفها لشرح الدروس للتلاميذ بذلك رغبت في العمل الإداري وقدم الطلب بذلك عدة مرات ولكن الإدارة لم توافق بحجة أن هناك من هن أكبر منها سنا وأحق منها بذلك وفي أحد الأيام وأثناء عودتها من الإدارة التعليمية وتسير في حزن شديد بسبب عدم قبول طلبها شاهدت من بعيد جارتها الفقيرة تحمل طعاما كثيرا وحقيبة فظنت أن أحدا تصدق عليها بما معها فأرادت أن تعطف عليها وتأخذها معها في نفس التاكسي الذي ستعود به إلى بيتها ولكنها فوجئت بجارتها تتجه إلى بيت قديم فذهبت أسماء خلفها لتعرض عليها العودة معها على نفقتها ففوجئت بجارتها الفقيرة تقبل الأطفال الذين فتحوا لها الباب وتعطيهم الحقيبة وهي تقول لهم هذه ملابس العيد وهذا الطعام لكم ولأمكم وسوف أعود لأسلم عليها عندما تستيقظ لم تصدق أسماء ما سمعته وما رأته وانتظرت حتى ابتعدت جارتها عن البيت ودون أن تراها طرقت الباب وفتح لها نفس الأطفال وعندما دخلت علمت أن هؤلاء الأطفال يتامى وأمهم أرملة مريضة وأن جارتها الفقيرة التي تعمل خادمة لأسرة ثرية تأتي لهم بالطعام وبعض متطلباتهم في الأسبوع ثلاث مرات في هذا الحين علمت أسماء كيف بارك الله في ذرية جارتها وكيف أصبح أبناؤها من الأوائل في العلم والخلق وفجأة بكت بعدما تذكرت حديث رسول الله الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار ثم قررت التكفل بهذه الأسرة خاصة وأنها لم تتزوج بعد ولها راتم شهري ورشيد في البنك وبعد ثلاثة أشهر فقط من كفالة أسماء لهذه الأسرة فوجئت بأكثر من خاطب ميسور الحال وعلى خلق يتقدمون لها كما أن الإدارة توافقت على طلبها وتم نقلها للعمل الإداري والأهم أن ركبتها شفيت تماما فحمدت الله كثيرا ومنذ ذلك اليوم وأسماء تقتفي أخبار اليتام والمساكين كما يقتفي العطشان أثر الماء ولذلك حقق الله لها حلم الأمومة حيث رزقها بالأطفال ومعهم أيضا سعة الرزق وراحة البال ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اشتركوا في القناة